التهنئة للوطن والتهنئة لخادم حرمي شريفين ولعهد الأمين والشعب السعودي الكريم هذه البرامج النوعية التي تقدمها الملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للغاثة عمال الإنسانية اليوم كما ذكرت في المقدمة أكبر مشروع إنساني لزراعة القوقعة في العالم ويدشن في مدينة غازي عنتاب بحضور والي هذه المدينة هذا المشروع الضخم هو يخدم الأطفال من كل من سوريا وتركيا وخصوصا المنطقة المتأثرة بالزلزال هذا البرنامج هو برنامج سمع السعودية الذي يمثل 24 برنامج ويخدم أكثر من 940 طفل من كل من سوريا وتركيا هؤلاء الأطفال كل طفل لديه قصة إنسانية تؤلم القلب ومعاناة كبيرة لأسر هؤلاء الأطفال المملكة العربية السعودية وبتوجهات خادم حرمين شريفين وولي عهدي الأمين اليوم ترسم ابتسامة على شفاه هؤلاء الأطفال كما شاهدنا في هذا الاحتفال وترسم ابتسامة على وجوه والدي هؤلاء الأطفال هذا هو ديدن المملكة العربية السعودية ترسم دائماً ابتسامة لدى الدول المحتاجة والدول المنكوبة بصرف النظر عن اللون والجنس وكذلك الانتماء الديني والعرقي هذا البرنامج الضخم والكبير الإنساني هو واحد من عدد من البرامج التي تدشن لدينا كذلك برنامج لتأهيل فاقد الأطراف السفلية أو العلوية وهو برنامج الأطراف الصناعية كذلك التأهيل النفسي لمتضرر الزلزال وكذلك التمكين الاقتصادي للأسر التي فقدت منازلها وأماكنها وكذلك توزيع السلال الغذائية هناك برنامج يوازي وهو كذلك تدشين بناء ألف مسكن مؤقت لمن فقدوا مساكنهم المملكة كما يعلم الجميع بنت أكثر من ثلاث ألاف مسكن مؤقت لمتضرر الزلزال في كل من تركيا وسوريا اليوم يضاف ألف كذلك مسكن وسوف تدشن في هذا اليوم كل هذه البرامج النوعية المتميزة تأتي من دولة العطاء والإنسانية المملكة العربية السعودية دكتور أتكلم معك عن الفترة القادمة هل سنرى هذا البرنامج يتنقل بين أكثر من دولة؟ المملكة كما يعلم الجميع المملكة بصمتها الإنسانية متواجدة في العالم لو رجعنا لتاريخ المملكة في العقدين الماضيين المملكة العربية السعودية قدمت قرابة 130 مليار دولار أمريكي لمئة وتسعة وستين دولة مركز الملك سلمان لم يصل عمر هذا المركز إلى عشر سنوات اليوم يتواجد في مئة دولة وكذلك قرابة 7 مليار دولار قدمت للدول المحتاجة وكذلك لدينا 180 شريك مثل هذا البرنامج بكل تأكيد نحن الآن سوف يخدم مستقبلاً الأطفال من فلسطين وكذلك دول أخرى بناءً على قياس الاحتياج الإنساني المملكة دائماً تقدم العطاء الإنساني بكل عناية بناءً على الأولويات الإنسانية والاحتياج الإنساني معلي دكتور بينما نحن هنا في غازي عنتاب هناك في عاصمة المملكة الرياض التوأم البوركيني وصل يوم أمس كيف هل ستكونون حاضرين مع هذا التوأم؟ طبعاً المملكة كعادتها لديها برامج نوعية المملكة العربية السعودية لديها برنامج بتوجيه خدم حرم الشفهين وولي عهد الأمين وهو البرنامج السعودي لفصل التوأم الملتصقة سمعنا ليلة البارحة خبر تبنته المملكة العربية السعودية وهو إطلاق اليوم العالمي للأطفال الملتصقين برعاية المملكة العربية السعودية وكذلك مساندة أكثر من سبعين دولة مما يؤكد أن المملكة العربية السعودية ترعى الإنسانية وصول التوأم البوركيني مع إطلاق هذا المسمى يؤكد حرص المملكة على خدمة الأطفال المحتاجين وذوي لعاقات الإنسانية المعقدة الفريق الطبي سوف إن شاء الله يقيم هذه الحالة وإن شاء الله أن تفصل قريباً بنجاح آخر للمملكة العربية السعودية بقي نقطة مهمة خادم الحرمين الشريفين وجهنا منذ فترة بأن يعقد أول مؤتمر عالمي للتوائم الملتصقين ووافق أن يكون تزامن عقد هذا المؤتمر لأول مرة في العالم في يوم 24 نوفمبر وهو اليوم العالمي للتوائم الملتصقة والمملكة بذلك ترسم صورة مشرقة لحرصها على هذا اليوم ورعاية الأطفال المحتاجين في كل مكان في هذه المعمورة